السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب حضراتكم تكونوا بخير فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيه بالتأكيد على المباراة اللي شغل الشارع المصري الاهلوية والزملكوية اللي هي مباراة القمة غدا ان شاء الله كل التوفيق للنديين المصري اتمنى يتبقى مباراة متميزة جدا تليق بالحدث القروي اللي مصر كلها تقريبا مستنية سواء اكتر من سبعين مليون اهلاوي واكتر من اربعين او خمسة واربعين مليون زملكاوي كل التوفيق للنديين اتمنى اي لعيب يطلع المباراة بدون اصابة اتمنى يبقى في شكل حضاري ليه المباراة اللي العالم كله بتفرج عليها عارفين ان الدربي او الاو الكلاسيكو المصري العالم كله بتفرج عليها اتمنى ان شاء الله نصدر اه� للعالم كله القرى المصرية بشكل افضل ان شاء الله من نحن فيه ان شاء الله اتمنى ادارة تحكيمية موفقة اتمنى الضار يكون اه Burgerull down along wither the الله هنتكلم فني مع حضراتكو هتكلم بالاخبار امير توفيق النهاردة في الوقت اللي انا بكلمكو في دلوقتي في تركيا بيخلص صفقة اللعيب الكبير جدا لانا اتمنى اي جناد الاهلي عشان يفرق معهم جدا في كاس عالم لاندي اللي هو جاكسن موليكي اللي هو لعيب انا من وجهة نظري من افضل اللعيبة اللي انا اتفرقت عليها في العشر سنين اللي فاته داخل افريقيا وخارج افريقيا كلاعيب افريقيا لعيب كبير جدا انا شايفه بصراحة يلعب في اكبر عندها اه في اوروبا لعيب كبير حريف من الدرجة الاولى لعيب سريع كمان انت حركاته متميزة جدا لعيب فعلا كولر ممكن يبني عليه البلال كلها او طريقة اللعب او الخطة اه كلها في الخط الامامي لعيب محطة لعيب سريع لعيب شويت بلعب رجل الاتنين بلعب بدماغه كمان الاكتر من كده ان هو لعيب زكي جدا وتكتغي جدا داخل التمنتاشر وبره التمنتاشر ممكن كمان استفاد منه ممكن استفاد منه كونجي مين او كونجي شماء لعيب هايل جدا فيه جميع الامكانيات اللعيب الكبير اللي في الخط الامامي كمان البروفايل ده محتاجه جدا النادي الاهلي يعني اللعيب ده اللي هو بالشخصية دي اللي هو بالهدوء ده يا لعيب هداف كلعيب بصير كا 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 لعيب متميز جدا انا شايفه بصراحة هينفع جدا النادي الاهلي وعايز بقى اتكلم من حتة الفنية هو لعيب سايا كورة يعني سايا كورة واحد على واحد اتنين على واحد بقدر يعد ويفوت بصراحة ده لو جي النادي الاهلي يبقى بصراحة كابتر محمود الخطيب عمل صفقة كبيرة جدا مع كهربا جاكسون ميليكا مع كريستو مع احمد عبدالقادر مع سافيو مع افشا اللعيب دي الاسكواد ده جامد جدا الاسكواد ده ممكن ينفس جدا وانا مش اكون طمع انا اتمنى النادي اه بلا دي انا والله العظيم زمال كاوي بس انا بتكلم ان اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يوصل نهاية في كاس علم اه للاندي اه ريال مدريد انا شايفه مش فايق مش رايق يعني ممكن والله العظيم الطموح كويس الطموح اه مشروع شوفنا كتير انديا لاتينية بتكسب برشنة بتكسب مدريد بتكسب تشيلسي وبتقدر تاخد اه البطولة اللي احنا ما يكونش عندنا طموح ليه لعبتنا ما تصدقش نفسها ليه اللعب ما ينزلش ارضية الملعب يبقى رجله الاتنين سبتين في صلابة فارضية الملعب ومسدق نفسه انا كاس علم للانديا رامل احسن سبع انديا على مستوى العلم او تمن انديا ليه ما موتش نفسي تم منتخب المغرب النهاردة كله لعيبة اه عربية لعيبة متميزة جدا بتلعب قبل نهاية كاس علم كان ممكن يوصل نهاية كاس علم ليه لعيبة سدقت نفسها عندهم مدرب سدق امكانياتهم واللعيبة سدقت نفسها اتمنى التوفيق للنادي اه الاهلي واتمنى التوفيق لنادي الزمالك في المرات القمة ما قدرش اتوقع مين اللي ممكن اه يكسب انا شايف نادر اهلي عنده اسلحة متميزة جدا ناد الزمالك عنده بعض الاسلحة كويسة جدا السلفات كنت اقول لك اعلى سنة من الاهلي لا السنة دي نادر اهلي شايفه فائق جدا هو على صدارة ترتيب اه الدوري شايف عنده لعيبة متميزة جدا عنده محمد هايني فائق قوي علي معلول فائق قوي محمود متولي العيب كبير جدا محمود متولي فتكره كلامي اساسي رسميا كده في منتخب اه مصر عنده كمان مروانة عطية هيعمل فريق جامد جدا انا شايف مروانة عطية خير خليفة بصراحة لديانج والسلية بيلعب مركز تمانيا بيلعب مركز ستة كلاهب محوار لعيب جامد جدا ديانج لعيب بحد الصلاحارك في الخط الامامي كهربا عمل تقلي بدرجة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الاهلي وخلاص كابتن بيبو بالنسبة كبيرة يخلص موضوع اه كهربا كريستو ناحية اليمين لعيب هايل اه حريف لعيب كويس جدا لسه مشوفناهوش بس باين من لبسته لعيب الكرة عشان تعرفه من اول دقتين اول لمسة واول تحرم بمنوع لعيب كبير ولا لعيب اه عادي حسين الشحات لعيب كبير جدا بس بدأ يفوق بقاله سنة ونص ما نادر قاله في حالة تخبط من اصابة لاصابة 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 شافوا لعيب اه كبير جدا عايز اتكلم كمان على احمد عبدالادر احمد عبدالادر محتاج يجي مدرب كبير جدا يعني واحد زي مثلا مين كابتن احمد بلال كابتن احمد متعب كابتن اه محمد بركات اللعبات الكبيرة دي تيجي تتعرفه ازاي يجيب جول عاب قادر بيعمل كل حاجة بس رجله على الجول مش مظبوطة ولعيب فنش بتاعه مش قد كده لعيب بيتدنجل كتير على الكورة محتاج حد كبير اوي كبير اوي زي انديت اوروبا انديت اوروبا النهاردة بتعاقد مع اه مهاجم سابق او بيتعامل مع صنع العاب سابق لمدة ست شهور سنة اه كحاجة بعد التمرين ازاي اهل اللعيب يلعب ازاي على المرمى كلعيب فرود او شادو سترايكر او لعيب جناح او لعيب مركز عشرة اللي هي اللعيبة اللي هي ارهيبة من التمنتاشر او ارهيبة من التسجيل بيجيبوا وبيعرفوا ازاي يخترك المدافع عرفوا ازاي حط دي امتى ببطن رجله امتى بوش رجله يشط من هنا ازاي يلعب دماغه هنا ازاي ازاي استلم تحت ضغط ازاي 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 كل الامور دي اوروبا بتعمل على النهاردة كمان في اوروبا بيعملوا كل كل مدير فني ليه تلات اربع محللين محلل الاداء اللي فرقته محلل الاداء اه للخصم ومحلل للاداء البدني محلل الاداء الخططي بالنسبة لي وبالنسبة للفريق اه الخصم انا بصراحة شايف النادي الاهلي فريق كبير جدا مع الاسكواد اللي في دلوقتي هايل نادي الزمالك كويس جدا مع رجوع فتوح مع فوقان امام عشور مع فريرة ربنا يهدي علينا وعلى جميع الزمالكوية اللي زي حالاتي اللي هو ايه اللي هو يا كابتن الف بيه كورة مفعش تلعب بتلاتة في نص ملعب شبه بعض كورة القدم حداشر لاعب لازم الحداشر يبقى مختلفين كل عشان كده بقى اسمها حداشر مركز يعني حداشر لاعب امكانياتهم ازاي بعض حداشر لاعب مواصفاتهم ازاي بعض حداشر لاعب مهامهم ازاي بعض فانتا الطبيعي الحداشر لاعب اللي في الملعب كل كل واحد يبقى له مهام مختلفة ويبقى طريقة لعبه مختلفة عن التاني وفعش اتنين شبه بعض اللي اتنين اتضربوا طيب باتكلم كده بالنسبة ليه دونجا وعمر سيسيا كابتن شبه بعض لاعب واحد فيهم ارتكاز ولاعب امام عشور مركز رقم تمانية ونزل اه السيد نمر رقم تمانية نزل اه زيزو رقم تمانية ولعب ناحية نمين مثلا شكبالا ناحية الشمال يوسف اسامة نبي انت عايز تلعب عندها مهارة ليه تلعب على اخطاء النادي الاهلي بص خلاصة الموضوع ده النادي الاهلي النادي الزمانك اللي هيكسب اللي هيستسمر الاخطاء الفردية بالنسبة ليه لعيبة الخصف يعني يعني النادي الاهلي في مباراة السوبر كسب بخطائيين فردية برونو سافيو من خطأ من زكريا الوردي بيجيب جون بلسنج هايد الجون التاني جابه سانع طاهر محمد طاهر ازاي واحد على واحد من خطأ فردي عمل يعني سروباس متميز جدا وفي نفس الوقت عرضية يعني الاتنين في واحد سروباس وفي نفس الوقت عرضية كان اللعيب على خط المر ما يعتبر هو كريم فؤاد اللعيب المتميز جدا اللي اتمنى له التوفيق ان شاء الله ويرجع احسن من الاول في الاصابة اللي هو اه فيها وكل التوفيق كمان اللي اكرم توفيق لجميع اللعبة المصرية في الاول وفي الاخر دول اللعبة المصرية بتحمل شعار منتخب مصر قبل النادي الاهلي ده لعيب مصري ده لعيب مصري فاتمننوا من التوفيق ان شاء الله ويرجعوا احسن اه من الاول المباراة دي يخصها اي حد يطلع تكلم في فنيات في تحليلات صدقني اللعيب حالة يعني ايه اللعيب حالة يعني ممكن تقعد تشرح ونقعد نتكلم خمس ست ساعات واستوديوهات تحليلية مع كابتن كزا كابتن كزا كابتن كزا ويقعد كل يقعد يتكلم فني وفيه كوادر كتير في مصر متميزة جدا في الاخر اللعيب كرة القدم حالة يعني ايه حالة يعني ممكن المباراة يبقى في حالته وبالطفار يكسر الدينة ممكن ما بقاش في حالته يبقى عائق على فرقته فانت كل الامور التفاصيلة والمعطيات دي هي اللي بتخلص المباراة المعطيات البسيطة دي المدربين اكيد فاهمين قاصد المحللين الاداء فاهمين قاصدي الامور البسيطة دي بتفرق جمد جدا مع المدير اه الفن هو في الاول وفي الاخر توفيق اللعيب لو في حالته هيكسر الدنيا العيب ياخد عشرين وتلاتين مليون اكيد لعيب اه كبير في حالته هيقدر يكسب فرقته مش في حالته اكيد هيبقى عقق على فرقته اتمنى التوفيق للفرقتين انا طبعا زمالكاو مش محتاج اقول انا اشجع امين وطلع باعترف للناس ان انا اه زمالكاو ده مش معناه ان النادي الاهل نادي كبير جدا مش محتاج اتكلم عن النادي الاهلي انا النادي الاهلي اكبر مني واكبر من اي حد ان اتكلم اه عليه النادي الاهلي انا شايفه من وجهة نازل خالق التقييم اكتر نادي على مستوى العالم اخد اه بطلات انا فخور اني عندنا نادي اسمه النادي الاهلي في مصر مش معنى ان انا بشجع النادي الاهلي اكبر نادي في العالم ان انا اشجعه الموضوع كل حب الموضوع كله ان انا بحب نادي مثلا زي نادي الزمالك. انا بحب مثلا النادي الزمالك. بحب اشجع النادي الزمالك. مش شرط عشان بحب نادي الزمالك وبشجع النادي الزمالك. النادي الزمالك ياخد كل البطلات. ومش معنى ان النادي الاهلي باخد كل البطلات ان انا اشجعها واحبها. هي بتبقى حاجة من عند ربنا انتماء. انت بتحب فريق معين عشان بعض معطيات في دماغك وما بتحبش اه ما بتشجعش فريق تاني عشان بعض المعتيات وهكذا. كل التوفيق ان شاء الله للكرة المصرية اتمنى نصدر مبروة متميزة جدا للكرة المصرية اتمنى ان شاء الله بازن الله في توفيق في من ناحية الحالة التحكمية في توفيق ان شاء الله من ناحية الفار في توفيق من ناحية ان شاء الله التنظيم اتمنى اراضي الملعب تكون مميزة عشان لعبتنا ان شاء الله تطلع اه في السلام. ده كان الفيديو اللي انا طلع اتكلم معكم في ان انا مش محتاج يعني ارغي مع حضراتكم في حاجة فنية موضوع كله احنا كلنا فاهمين يعني فاهمين يعني شغل خططي ويعني شغل بدني ويعني يعني مصرين اكتر ناس في العالم بتفهم في الكرة واكتر شعب زواق بالنسبة اه للكرة ده كان فيديو النهاركو تطلع دردش مع حضراتكم قبل لقاء اه القمة لو عاجبك الفيديو مساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لك كل جيد لو بتابعنا على اليوتيوب لو بتابعنا على الفيسبوك يردت تعمل لايك وشير الفيديو يوصل لاكبر عدد المتابعين انا محمد يونس دومتم في امان الله صلو عليكم